شكلت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي غرفة عمليات لمتابعة تدعيات تقلبة التقص التي تتعرض لها عدة محافظات تزامنا مع سقوط أمطار غزيرة تصل لدرجة سيول خاصة في محافظتي أسوان والوادي الجديد والاستعداد الكامل لمواجهة احتمالية حدوث أي حوادث أو نكبات بالمحافظات كما تقوم وزارة التضامن بتنصيق مع غرفة العمليات المركزية للهلال الأحمر المصري وأفرعه على مستوى الجمهورية لتجهيز وتنفيذ الاستجابة السريعة ووقت الأزمة وتقديم كافة سبل الدعم